السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب يا رب تبقوا كلكم بخير في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله علي أفضل من الأجزاء المهمة اللي ما تكلمناش عليها بشيء من التفصيل هو مجموعة من الأدوية بنسميها سمر أو بنسميها سكيليتال مصل ريلاكسنت الأدوية اللي عندها مقدرة أنها تعمل ريلاكسيشن للسكيليتال مصل وزي ما اتفقنا بنسميها سكيليتال مصل ريلاكسنت في البداية يعني عايزين بس نفتكر مع بعض حاجة مهمة أن احنا قلنا أن احنا دايماً بيبقى عندنا البرين وعندنا كمان السباين الكورت وهو ده العصب الواصل للسكيليتال مصل ده العصب الواصل للسكيليتال مصل وزي ما اتفقنا لو هي دي السكيليتال مصل هذا الفراغ بنسميه نيورو ماسكولر جنكشن وهذا العصب لو احنا فاكرين كنا بنسميه اسم مهم ده العصب الواصل للسكيليتال مصل بنسميه ايه هذا العصب كنا بنسميه السوماتيك نيرف وقلنا مع بعض أن السوماتيك نيرف ده بيطلع في النهاية بتاعته عند النيورو ماسكولر جنكشن بيطلع حاجة اسمها الأسيطاي الكولي والأسيطاي الكولي هيشتغل على ريسبتور موجود هنا في الموتر اند بليت او في الاسكيليتال مصل هذا الريسبتور بيبقى نيرو ماسكولر بنسميه دايما ان ام ريسبتور والأسيطاي الكولي لما بيشتغل على الان ام بيعمل اسكيليتال مصل كونتراكشن بيعمل اسكيليتال مصل كونتراكشن هذه هي المعلومات الأساسية اللي لازم نبقى احنا عارفينه طيب احنا عايزين نعمل Skeletal muscle relaxant فممكن نعمل Skeletal muscle relaxant ازاي عن طريق اما نشتغل على الدماغ ونعمل مجموعة من الأدوية بتشتغل centrally تمنع وصول the impulses لل Skeletal muscle اللي بقى فيه مجموعة من الأدوية هنسميها أدوية بتشتغل centrally أدوية بتشتغل على ال CNS وممكن كمان نعمل أدوية تشتغل peripherally على ال NM receptor وتعمل حاجة اسمها NM blocker أدوية اسمها NM blocker والأدوية ال NM blocker يعني منها نوعين كبار قوي في نوع اسمه competitive NM blocker نكلم عليها دي أدوية بتعمل حاجة اسمها competitive competitive NM blocker وفي أدوية تانية بتعمل حاجة اسمها D-polarizer NM blocker يبقى فيه أدوية competitive وفي أدوية D-polarizer NM blocker بتشتغل على ال NM receptor وبتقدر إنها تعمل blocking بشكل كبير جدا يبقى يبقى النهاردة هناخد أدوية centrally acting وحناخد كمان أدوية بإذن الله بتشتغل على ال NM reset في البداية عندنا مجموعة من الأدوية مكتوبة هنا اسمها anti-spastic الأدوية anti-spastic دي أدوية بيسموها خلاص كل ده ممكن إنها تعالجه والأدوية anti-spastic ميلي هي الأدوية centrally اللي بتشتغل جوه الدماخ وممكن كمان تبقى أدوية direct هنتكلم عليها بإذن الله وفي مجموعة من الأدوية بنسميها Neuro muscular blocker والNeuro muscular blocker زي ما اتفقنا بنقسمهم إلى competitive وإلى D-polarizer يبقى فيه أدوية competitive وفيه أدوية D-polarizer NM blocker خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني ونبتدي نشتغل ونشوف مين هي الأدوية اللي حناخدها حناخد أدوية centrally acting احنا قلنا اسمها centrally بيشتغل جوه الدماغ ودي بيسموها anti-spastic الأدوية دي بتشتغل فين بتشتغل على الدماغ في spinal cord أو في بعض الأماكن من الدماغ في sub-cortical area بتعمل inhibition لل impulses وبتعمل inhibition لل muscle spaz هي ما بتشتغلش direct هي does not relax skeletal muscle بشكل direct هي بتشغل على الدماغ ودي زي البنزو ضيازيبين وده بيشتغل على receptor اسمه GABA A receptor بنزو ضيازيبين اللي هو عيلة الضيازيبام وفيه الباطلوفين ده بيشتغل على الجابا بي ريسبتور جوه الدماغ وفيه الميفينيزين ده بيشتغل على الجليسين ريسبتور وده انتدوت للليستركنين يبقى دول اشهر ثلاثة سنترالي اللي هم البنزو ضيازيبين ده بيشتغل على الجابا A الباطلوفين بيشتغل على الجابا B والميفينيزين بيشتغل على الجليسين وده انتدوت للليستركنين انتدوت للليستركنين فيه ادوية direct دي بتشتغل على الاسكليت المصل مباشرة واشهر واحد في العيلة بيشتغل direct على المصل ده واسمه دنترولين مهم جدا وده بيعمل بلاك للكالسيوم بيمنع ان الكالسيوم يزيد جوه الاسكليت المصل بيقفل الكالسيوم انه يطلع من المخزن بتاعه اللي هو الاندوبلازمي كريتيك لما هو بيمنع الكالسيوم انه يطلع من المخزن بتاعه والدنترولين كنا واخدينه قبل كده انه بينفع في علاج condition مرضية اسمها الماليجنانت هيبرثيرميا اللي هو الارتفاع الرهيب في درجة الحرارة اللي بيحصل نتيجة زيادة الكالسيوم جوه الخلايا فهو بيمنع ان الكالسيوم يزيد وبيمنع ان الكالسيوم يطلع من المخزن بتاعه اللي هو الاندوبلازمي كريتيك او الساركوبلازمي كريتيك فالدنترولين واحد من الادوية اللي بتشتغل بشكل كبير جدا يبقى احنا بهذا الشكل عندنا في المنهج مجموعة من الادوية لابد وانت بتذكر تبقى انت حاطوتهم في جمالك بشكل كبير ايه هي الادوية لازم اذكرها كده يا جماعة ان فيه ادوية بنسميها ادوية والادوية دي زي ما اتفقنا اسمها البنزو ضيازيبين ده واحد من الادوية المهمة بشتغل على الجابة ايه وفيه دوة اسمه الباكلوفين ده مين اللي بيشتغل على الجابة بي وفيه عندي كمان حاجة اسمها الميفينيزين خلاص كل دول ادوية بنسميها فيه ادوية تانية بنسميها انها على وده مشهور جدا اسمه وكنا واخدينه في علاج الماليجنانت هايبرثيرميا فيه ادوية اسمها ايه كمان انا اخدها اسمها ان ام بلوكر خلاص ان ام بلوكر فيه ادوية هنسميها كومبيتيتف يعني ايه كومبيتيتف يعني بتتنافس مع الاسيطي الكولين على الان ام ريسيبتور والادوية دي بتعمل حاجة اسمها فلاسد باراليسز بتعمل نوع من انواع الشلل اللي هو بيبقى فلاسد كده تلاقي الراس تقع والجسم كله يبقى بيسموها ودي مشهورة جدا دواء زي اللي هو ده يعني البروتوطايب ده وده اللي بيسموه الكيرار يقولو عليه الكيرار وفيه كتب تانية تسميه فيه كمان عندنا واحد من الادوية الاخرى اللي هو الفلاكسي ديل اللي هما بيسموه الجالامين وعندي كمان حاجة اسمها القطرة كورييم ده برضو مهم وعندي حاجة اسمها البان كورونييم ده برضو مهم يعني كلهم بينتهوا بكلمة كورييم او كورونييم ودول كومبتاتف دول كومبتاتف يا جماعة فيه كمان حاجة تانية اسمها NM بلوكر ولكن هذه الادوية بنسميها دي بولارايزر يعني ايه دي بولارايزر دي بولارايزر بلوكر يعني ان هذه الادوية لما بتيجي تشتغل في الاول بتعمل تلاقي ان الاسكليتا الماصل اتحركت شوية الاول وبعد كده الاسكليتا الماصل بيحصل لها نوع من انواع الريلاكس او البراليسز ودي بيسموها دي بولارايزر NM بلوكر دايما بيبقى عندها انيشيال استيميوليشن وبعدين بتعمل بلوك زي الكونك نيكوتين في العملي بس الكونك نيكوتين في العملي كان بيشتغل على ال NM ريسبتور هنا احنا هنشتغل على ال NM ريسبتور يا جماعة يبقى هنا نعمل هنروح عاملين بلوك بهذا الشكل ومشهور جدا الادوية الدي بولارايزر دا ومشهور جدا اللي هو الساكسين نايل ها كولين دا مهم جدا اللي هو بنسميه الساكسا ميثونيوم يبقى دا مهم جدا وعندنا كمان دا واخر بيسموه الدي كميثونيوم كل دي ادوية احنا بنسميها ادوية NM بلوكر ميلي دي بولارايزر يبقى هو دا اشهر الادوية اللي انا عايزة بتذكرها لي اذا البور بوينت دي او السلايد دي انت تذكرها لي وتحفظها لي جدا عشان تبقى انت عارف الكلام بتاع زي ما اتفقنا ان فيه ادوية NM بلوكر خلاص والNM بلوكر ممكن انها تقسم الى كومبيتتف وقالنا كومبيتتف يعني مع الاسيطاي الكولين زي اللي هو الكيرار الجلامين الفلاكسديل يعني البانكرونيوم الفيكرونيوم الاتراكوريوم كلهم بينتهوا بكرونيوم او كوريوم والبروتوطايب بتاعهم هو الكيرار او الديتيوب وكرارين ودول في الهيدوز بيعملوا سكيلتال ماصر تقلب بفلاسة براليسز ويموته الانسان ويأثروا على الديافرام اللي هو عضلة الحجاب الحاجز والانتر كوستال ماصر فبيحصل ريسبيراتوري فيليوم خلاص هذه الأدوية بتتنافس مع الاسيطاي الكولين على الان ام ريسبتور الموجود في الموتور اند بليت وممكن طبعا زي ما تفانى تؤدي في النهاية الى براليسز والبراليسز ده يؤدي الى ريسبيراتوري فيليوم ويموته وكنا دايما بنقول ان الانتيدوت ليهم هو كان حاجة زي النيوستجمين كان بيستخدم كانتيدوت مع الاتروبين او كمان واحد من الحاجات التانية المهمة اللي هو غير النيوستجمين مع الاتروبين اللي هو كان الادروفونين طيب ممكن كمان نقسمهم جيلة ادوية دي بولارايزر وإحنا اتفقنا للأدوية دي بولارايزر زي الساكسماي الكولين وهذا الدواء ميلي بيعمل ودي بيسموها يعني هو بيعمل دي معناها وبعد كده بيحصل ويحصل ويتبتدي الماصل اللي يحصل لها ودي كانوا دايما يقولوا عليها يعني بيعمل بيعمل حاجة في الآخر اسمها وما ننساش ان هو في الأول بيعمل وبعدين يروح عامل دي من النقط المهمة وما ننساش انه هو بيعمل حاجة اسمها لان دي من النقط المهمة والأدوية ممكن تتقسم وانا هنا صراحة عايز يعني في حاجات أطول من 35 دقيقة زي وفي حاجات حوالي 20 دقيقة ل35 دقيقة زي الجلامين اللي هو الفلاكسيدين وحاجات أقل من 20 دقيقة ممكن تبقى خمس دقايق فقط لغير حاجة أقل من 20 دقيقة تبقى خمس دقايق مثلا حاجة زي السكسنايلكولين السكسنايلكولين ده مهم جدا ان هو من الحاجات اللي بتاعها قليل بيوصل ان هو يكون أقل من خمس دقايق زي ما أقل من 20 دقيقة اللي هم خمس دقايق تقريبا اللي هو السكسنايلكولين اللي هو بيعمل حاجة اسمها دي بولارايزنج بلوك الأدوية الكمبيتاتف لازم نبقى حافظين أساميها اللي هم مشهورين جدا اللي هو الكيرار و الكيرار دريفاتف الميكانيزم بيكون بيت مع الأسيطاء الكولين عند الموتور اند بليت وهو بيبلاق الاجزايتاتري اكشن اف اسيطاء الكولين عند الموتور اند بليت ويؤدي إلى باراليسز وسميناها هنا فلاسد باراليسز سميناها هنا فلاسد باراليسز والسيكوينس اف باراليسز مهم يعني مين الماصلز اللي بيحصل لها باراليسز الأول الماصلز الصغير زي الحاجات بتاعت الوجه والأي والأصابع ثم الحاجات الأكبر شوية زي الأطراف والنك والترانك الرقبة ها والأطراف وفي الآخر بيحصل باراليسز للضلوع اللي هي الانتر كورستال ماصل والضيفرام اللي هي عضلة الحجاب الحاجز وممكن الإنسان يحصل له رسبيراتري فيلير ويموت عشان كده لهم انتدوت اللي هما النيوستجمين مع الأطوبين أو كان الريكافوري يعني انت لما بتاخد الانتدوت مين أول ماصل بترجع تاني تشتغل أول ماصل بترجع تاني تشتغل هي آخر ماصل حصل لها باراليسز يعني الريكافوري هنا مين اللي اللي بيحصل الأول لريكافوري ويرجع تاني يشتغل هو الضيفرام هو الضيفرام فده مهمة جدا وانت بتذاكر تبقى حضرتها في المال كأن الريكافوري بيبقى في الريكافوري أو بالعكس يعني الريكافوري بيبقى بالعكس الديتي بوكرارين ممكن يتاخد كاايفي طبعا ماخدش أورال لأن الكيرار والكيرار دريفاتيبز كلهم نوت أبزوربت أورالي لأن بيبقى عندهم نايتروجين محاطة باربعة بومت عليها بوزط بتشارج فهو هو بيتاخد بس آي في وبيتاخد يعني سنجل دوز ممكن تكفيك 30 إلى 40 دقيقة والأنتيدود بتاعه هو النيوستيجمين أو الهيدروفونيوم دي هي الأدوية الدي بولارايزر ولا الأدوية الكمبيتاتف لا دي الأدوية الكمبيتاتف دي الأدوية الكمبيتاتف واتفقنا إن الأدوية الكمبيتاتف بتعمل حاجة اسمها فلاسة بيرلس يبقى دي ما ننساش الأدوية الكمبيتاتف بتعمل حاجة اسمها فلاسة بيرلس دي واحدة من النقط المهمة جدا وإنت بتذاكر تبقى حاططها في دماغك والأنتيدود هو النيوستيجمين أما الساكسيناي الكولين ده دي بولارايزر اللي هو الساكساميسونيوم خلاص هو عبارة عن دايكولين إستر من الساكسينيك أسد خلاص وكأنه بيحتوي على من الأسيطاي الكولين هو ده بتاعه هو شبه الأسيطاي الكولين قوي خلاص وإسمه ساكسيناي الكولين وبيشتغل بشكل دي بولارايزر الدي بولارايزنج افكت ساكسيناي الكولين اكت از الترا شورت هو بشتغل في خلال يعني دقيقة وبيستمر لمدة خمس دقايق أقل من عشرين دقيقة بشتغل في خلال دقيقة حوالي من عشرة إلى خمسين ميلي جرام ويدي بتاعه في خلال دقيقة زي ما اتفقنا في خلال دقيقتين بيبقى ويختفي في أقل من عشرين دقيقة بيختفي حوالي في خلال خمس دقائق يعني هو بيشتغل بسرعة وبينتهي بسرعة دي مهمة جدا انه هو بيشتغل في خلال دقيقة او دقيقتين ماكسيموب وينتهي في خلال خمس دقائق وما تنساش انه هو بيشتغل بميكانيزم بنسميه يعني هو في الأول بيعمل حاجة اسمها بيعمل حاجة اسمها وبعدين بيعمل وتأثيره يعني 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 ماينفعش تدي الانتدوت نيوستيجمين ماينفعش لو اديت النيوستيجمين بيخلي المصل تتعب اكتر يعني النيوستيجمين هنا ماينفعش كانتدوت ابدا للساكسيناي وبيحصل شوية ماصل بين بعد الساكسيناي الكولين وما تنساش ان الساكسيناي الكولين زي ما انتفقنا بيشتغل بميكانيزم اسمه الدي بولارايزر ميكانيزم ودايما يقولك في الكتب انه هو عنده الفيزيس اكشن الفيزي الاولانية بيسموها فيز وان بلاك اللي هو بيسموها دي بولارايزيشن بلاك انه هو في الاول بيعمل نتيجة انه بيعمل في المصل خلاص ثم اللي ده فيز وان ثم بيعمل حاجة اسمها ساستيند دي بولارايزيشن ساستيند دي بولارايزيشن ودا بيخلي المصل تهدأ وتريح ويحصل لها نوع من انواع الريلاك ده بيسموه فيز وان بلاك اللي هو دي بولارايزيشن بلاك خلاص بيشابه الاسيطاي الكولين بيفتح السوديا متشانل وبيعمل الاول او خلاص طيب وبعد كده بيعمل حاجة اسمها ساستيند دي بولارايزيشن بيعمل برولانجد دي بولارايزيشن البرولانجد دي بولارايزيشن ده بيوقف المصل تماما ويخلي المصل تتوقف عن الحرق يبه هو بيعمل او وده سميناه خلاص فولوث باي مصل برالايزيشن المصل تريح وتهدى خالص وممكن البرالايزيشن دي ساموه في الكتب سباستيك برالايزيشن وخد بالك ان انت لو اديت انتي كولين ستريز يعني اديت حاجة زي نيوست جميل حيعل الاسيطاي الكولين في الجسم الاسيطاي الكولين لما حيعل في الجسم حيحصل مور فيز بالنيوستيجمين بيعتمد على ان الساكسيناي الكولين يمشي من الجسم ومين اللي على فكرة الساكسيناي الكولين بيتكسر في الجسم بحاجة اسمها سودو كولين ستريز ساكسيناي الكولين بيتكسر بسيرتين انزاين اسمه سودو كولين ستريز انا عايزك بقى تتخيل ان انسان ما عندهوش هذا الانظام اللي هو اسمه سودو كولين ستريز اللي هو اسمه بلازمة كولين ستريز على فكرة السودو برضو بيسمه بلازمة كولين وستريز والسودو ايضا بيسمه بيوتائر كولين استريز خلاص لو انسان ما عندهوش السودو كولين استريز ايه اللي هيحصل الساكسيناي الكولين حيزيد جدا في الجسم ويبتدي يعمل فيلير في الترانسميشن تماما ويبتدي يوصل لمرحلة اسمها ده نتيجة ان بقى الماصل هنا ريحت طالس وبقت تماما وبدأ يحصل فيلير في الترانسميشن بشكل اعنف دي بيسموها نتيجة ان انت اخدت اي في انفيوشن برولانجد او ربيتت اي في وعشان هذا الكلام ما يحصلش اخرج في الساكسيناي الكولين ان انت تاخد 500 ميلي جرام اخرج 500 ميلي جرام خلاص والديوريشن ما يبقاش اكتر في ما يبقاش اكتر من 60 دقيقة انا شايف ان الساكسيناي الكولين واحد من الادوية السخيفة لانه بيخوف لانه هو ممكن يوصل لمرحلة اسمها الفيستو بلوك ويعمل فيلير تماما للترانسميشن وملهوش انت دوت معين واخد بالك ان الساكسيناي الكولين بيتكسر بالسودو كولين هتيجي تقول لي طب ايه اللي بيخلينا ان احنا مصررين في استخدامه انه هو ربيت في الاكشن هو بيشتغل في خلال دقيقة وينتهي في خلال دقيقتين او في يعني بينتهي في خلال خمس دقايق لكن بيوصل للمكسيمون في خلال دقيقتين اذا هو ultra short acting ورابد وفعال جدا جدا يعني لكن يخوف يخوف لما بنيديه في دوزس كبيرة او ببرولانجد في انفيوجن لمدة اكتر من ستين دقيقة ولا حاجة تبتدي تحصل المشاكل بتاعته كلها وممكن نقدر الله يعمل رزبارات وقوع تنسى انه ما ينفع شيء تدي الانتي دوت انه استجمين هنا لانه انه استجمين هنا بيزود حكاية البلاك وبيزود حكاية ان الدنيا تبوز وما تنساش ان هو بيتكسر بايه هو مين لي بيتكسر بالسودو كولين استريز او البلازن كولين استريز او البيوتاير كولين استريز دي كلها نقط انا شايف انها نقط مهمة وانت بتذاكر تبقى حاططها في دماغك خلاص يبقى هو تأثيره عنده two phases phase one بلاك بيعمل حاجة اسمها دي بولاريزيشن بلاك بيعمل الاول انيشيال استيميوليشن دي دي بولاريزيشن عادية ثم برولونجد دي بولاريزيشن تخلي المصل تريح تماما خلاص ده هو الساكسينايل كولين زي ما انت شايف phase two بلاك بيحصل بقى ان الريسابتور ما بتبقاش سنستيف تماما وتفقد السنستيفيتي بتاعتها وده بيسموه دي سنستايزيشن بلاك ويحصل فلير كبير جدا في الترانسميشن يبقى phase one بلاك اوعى تنسى اسمها دي بولاريزيشن بلاك لكن دي اسمها دي سنستايزيشن بلاك الساكسينايل كولين من عيوبه له الكثير من العيوب كفاية انه هو ممكن يعمل توقف التنفس تماما نتيجة انه يعني ممكن يعمل مرضية اسمها ساكسينايل كولين ابينيا ابينيا يعني يعمل توقف في التنفس وده نتيجة ان شخص عنده نقص لاك في البلازمة او السودو كولين استريس وده ممكن يكون شيء جيناتك ان الشخص عنده شيء جيني هو ده اللي خلي عنده سودو كولين استريس مش موجود او موجود بشكل غير فعال اتبي كالفور يعني وممكن يكون الشخص عنده مشكلة في الكبد والسودو كولين استريس بيتكون في الكبد خلاص فلو فيه مشكلة كبيرة جدا في الكبد هيبقى السودو كولين استريس قليل بشكل لا تتخيله فيحصل دكريس في الاكتيبيتي بتاعة السودو كولين استريس بشكل لا تتخيله خلاص هيحصل دكريس في الاكتيبيتي بشكل لا تتخيله دي من النقط المهمة جدا ان بيحصل ساكسنايل كولين قابل هتيجي تقول لي طب لو دي حصلت ما قدماكش غير ان انت تعمل artificial perspiration تعمل تنفس صناعي وتعمل blood transfusion تعمل blood transfusion تنقل دم ليه تنقل دم الدم ده هيبقى source من السودو كولين ستريس تعمل حاجة بصناها fresh blood transfusion طبعا والفريش blood transfusion ده هيبقى source كويس جدا من السودو كولين ستريس يا جماعة فدي واحدة من النقط وانت بتذاكر تبقى واخد بالك منها جدا الترابيوتك يوزس بتاعته بيستخدم في حاجات كتيرة لانه هو رابط تشتغل في خلال دي ادئتين وينتهى في خلال خمس داي فممكن تستخدمه معها المخدرات الكلية بيعمل مع الجدرال الانستيزيا بيعمل مصر ريلاكسنت أثناء السيرجري ويقلل الجرعة اللي انت محتاجها من الجرال الانستيزيا كل ده كويس بيستخدم في الاندوتراكية الانتيوبيشن انك تدخل تيوب جوه التراكية تعمل اللارينجوسكوبي برونكوسكوبي مناظير على البرونكاي أو اللارينجس على الأسوفيجس بيستخدم في هذه القصة ويعتبر هو الدراجة في تشويز في هذه القصة لان الساكسيناي الكولين بيستخدم كايفي انجيكشن سينجيك دوز لانه هو الربد اكتنج وشورت اكتنج دي مهمة جدا فهو الفيرست شويز في انك تدخل تيوب جوه التراكية خلاص ودي على فكرة من الحاجات اللي كنا بنحتاجها يعني في التنفس الصناعي ان انت تدخل تيوب جوه التراكية فبتدي حاجة تريلاكس اللي سكيليتا الماصل بشتل جبين عشان تعرف تدخل التيوب جوه التراكية فكانوا بيدو الساكسيناي الكولين بيمنع الكحة وبيمنع الاسبازم أثناء الابريشن بيمنع الترومة خلاص بيمنع الترومة في الالكتريك شوك ثرابي أو في سايكاتريك ديس أوردر يعني ممكن يستخدم في القصة دي صراحة انه هو بيمنع فيه التشنجات اللي ممكن تحصل أثناء العلاج بالكهرباء لكن يعني فيه أدوية كتير برضو بتستخدم في القصة دي لكن الالكتريك شوك ثرابي اللي هو العلاج بالكهرباء أو بالصدمات الكهربائية دي بيستخدموها في علاج أمراض زي الاكتئاب لما بتيجي تدي صدمات كهربائية أحيانا المريض بيتشنج وبيبقى فيه شوية ترومة فبيدو سكيليتا الماصل ريلاكسانت برضو الساكسيناي الكولين خلاص لأن الساكسيناي الكولين رابد أكتنج وشورت أكتنج ميزة فيه رهيبة يعني ممكن يستخدم فيه الكونفولجن والتيتنس طبعا ممكن الساكسيناي الكولين وممكن عاجات تانية لكن اللي يهمني قوي الساكسيناي الكولين استخداماته في الاتنين دولي قوي الاندوتراكيل انتيوبيشن واستخداماته قوي فيه الالكتريك شوك ثيرابي الاندوتراكيل انتيوبيشن والالكتريك شوك ثيرابي ويهمني ان انت تبقى عارف ان الساكسينايا الكولين بيعمل أبينيا خلاص الساكسينايا الكولين لو احنا كنا نذكرين جزء الدكتورة نيفين في الانتروداكشن كنا قلين بيعمل ماليجنانت هايبرثيرميا الساكسينايا الكولين ممكن يعمل هذا الكلام على فكرة الساكسينايا الكولين ايضا في بعض الكتب ممكن يعمل براديكارديا ويعمل هايبركاليميا براديكارديا وهايبركاليميا انه بيزود البوتاسيوم وبيقلل ضربات القلب بشكل كبير وبعد العمليات بتحس ان فيه ماصل بين قوعة تنسى ان الانتدوت بتاع الساكسيناي الكولين ما ينفعش ان انا قدي النيوستجمين مش هجيب نتيجة بل هيزود يعني المشكلة بتاعة الكيس وبرضه من النقط المهمة ان الساكسيناي الكولين بيتكسر بالسودوكلين ستريز وانه هو رابد لي اكتنج وشورت ديوريش دي من الحاجات المهمة جدا جدا ولو انا جيت سؤال في الامتحان وقلتلك ايه علاج الساكسيناي الكولين ابينيان ايه علاج الساكسيناي الكولين ابينيان هتقولها لي بكل بساطة علاج الساكسيناي الكولين ابينيان انك تعمل ارتفيشيا ريزباريشان وتعمل حاجة اسمها Blood Transfusion Artificial Respiration و Blood Transfusion دي واحدة من النقط المهمة ما ننسى الكولين بيعمل ال Two Phases دول Phase One Depolarization Block Phase Two Desensitization ماشي كل هذا الكلام قلناه جميل جدا برضو نحفظ حلو والتأسيمة اللي احنا قسمناها للأدوية دي برضو مهمة الأدوية بيتقال عليهم الدنترولين في علاج المالجنانت هايبرثيرميا والدنترولين بيقفل الكالسيوم الأدوية الكمبيتاتف عملنا فيهم دكتوراه قبل كده وتنساش ان دول بيعملوا Flacid Paralysis في الأووردوز بتاعتهم ممكن ان هم يعملوا حاجة اسمها Flacid Paralysis وننساش دي بولارايزر بيعملوا حاجة اسمها Spastic Paralysis دي كلها نقط واحنا بنذاكر لابد ان احنا نبقى حطينها في دماغنا كويس والساكسناه الكولين استخداماته بينفع قوي في الاندوتراكية الانتيوبيشن وبينفع قوي 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 في الالكتريك شوك ثرابي خلاص لانه ها دوينت الدرون ترجمة نانسي قنقر